وما نريدها سببنا غثيان لان انتم ما اططيتوا واحد اذا ما نبحى عليكم ما اططيتوا واحد اذا ما مشى للعدو عليكم بس احنا لا نريد منكم ولا من غيركم احنا اليمام مكفين او زيادة ابو صالح وراي وين ما امشي يقل لي ما لك علاقة ايدة 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 تدفع بينا تفع بل كالنس تشهد باذن الله شو لذلك كونوا على بينا اخوان الان انكشفت كل الاوراق وبالامس القريب معلم يقول ستسقط الطائرة يقول قربة الطائرة من سقوطها ويبشركم العلامة بس ما بدت تقرب بشكل كبير جدا بس اريدكم تدورون ناسه تدورون التلفزيات تدورون المواقع الاخبارية خافا ابو علي بايكة من مكان اذا القيتوها العنوني يقينا انا اطيت هذا مسئول الفيسبوك واليتيوب كله رشيته لانا عنده وايه فلوس مو الناس يقولون رشيته هذا عقولكم ما تشتغل بعد راح تظهر القضية بالسماء اذا ظهرت القضية خصاصة ولا دجل ولكن معلمي هو يعلم من هو اقرب الى الله بالتقوى ولذلك اذا اتت العاصفة يقول تصلي على باب علي بن ابي طالب فستعلمون ان الدنيا ظلمت عليكم في رابعة النهر يقول هذا في شهر رمضان نعم يقول بعدها يتغير الامر نحو الدنيا مقبلة على سوات هذه الامر يقول يلاحقه او يتبعه سقوط الطائرة وموت مرجع يظن الناس كبير عندهم وهو لا شيء عند معلمي ارددها لا شيء عند معلمي يشيعه الناس على الحس الطب الخفا يا رجليه كتشيع ابن رئيس جمهورية من الخوف والكذب والنفاق تبكي الناس من شدة حرقتها على فراقه وهم لا يعلمون انه ليس عنده حضوة عند الله هذه مشكلة ولكن هذا قول معلمي وليس قولي لانا انا ما اعرف الناقة من الجمل انا ببغاء لم اقول لكم اعرف او اعلم ولو كنت اعلم لست اكثرت من الخير حيانا اقول لها انا محتاج افلان قضية يقول لي لا عليك الله يتممها ما لك علاقة يقول لي ما عندي يعني احتي له بيشي قال لي لا عليك لا عليك والله يتممها وفعلا الله يتممها ولذلك قال لي احنا قضيتنا مو قضية مادية قضية انا بدقيقة واحدة اعطيك ما لا يملكه العالم ولكن ماذا تفعل به عندنا مشروع احنا مشروع مادي لو مشروع روحي الى الناس اذا كان مشروع مادي انا مستعد افتح لك الكاك واخذ اللي تريده وروحش فين شرك وخلقتك كلها واذا مشروعنا روحي عن ولاية علي ابن ابي طالب والحفاظ على هذه الولاية التي دمرها من يؤمنون بالولاية اهل الدكاكين اذا نحن نتبع قول علي ابن ابي طالب كثرة